تتضارب الإحصائيات عن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان والعائدين إلى سوريا فهناك اختلافات واسعة بين الأعداد التي تصرح بها مفوضية شؤون اللاجئين وإحصائيات الأمن العام اللبناني في تقريبا 14 ألف لاجئ رجعوا من خلال هذه الدفعات وبنفس الوقت بين العام الماضي والعام الحالي في تقريبا بحسب تقديرات المفوضية 7000 لاجئ رجعوا بشكل تلقائي أكثر من 7300 تقريبا لاجئ رجعوا بشكل تلقائي على سوريا وتعد عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم طلبا للعديد من السياسيين اللبنانيين وعادة ما تسمى بالعودة الطوعية لكن بعض اللاجئين يرونها طوعية فقط لمن لا مشكلة له مع النظام السوري وقسرية بسبب الضغوطات التي تمارس على اللاجئين مرفض العودة إلى سوريا بسبب وجود النظام السوري بسوريا تاني شيء أسباب هي طوعية تسمى ولكن نحن نحسبها قسرية بالنسبة للضغوطات العام العينية هون قلت الطبابي والسكن والمعونات وبالنسبة للرجع على سوريا عن بشار الأسد يعني صار مثل غصب لأنه ما فيه يعني ما ضل الشيء اللاجئ بالمرة يعني الكل الشيء رجئ أنا بتفقع وأكيد أنه رجئ غصب عن لعبته ويعاني كثير من اللاجئين السوريين في لبنان من ضغوطات اقتصادية وملاحقات أمنية بهدف إرغامهم على العودة إلى سوريا بغض النظر عما ينتظرهم هناك بحسب منظمات حقوقية اللاجئ السوري الذي يتعرض للضغوطات الأمنية هو اللاجئ السوري المعارض والذي لا يمكنه العودة في ظل أي ظرف من الظروف إلى سوريا نظرا لأنه في حال عودته سيتعرض لعملية الأتقال والتعذيب والقتل وهناك أحداث يعني مؤلمة حدثت مع بعض العائدين الذين تعرضوا إلى توقفات وتعرضوا إلى تصفيت بقاء اللاجئين السوريين في لبنان أو عودتهم إلى سوريا خيارات صعبة وربما قاتلة أمام عجز المنظمات الدولية في تنفيذ أي حلول تحفظ كرامتهم وحياتهم أيضا